الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين ورحبا بالسادة المشاهدين الكرام مشاهدي كتاب قلوب عامرة ما زلنا في تصحيح سورة المرسلات المرة السابقة صححنا بداية سورة المرسلات اليوم إن شاء الله الشباب حيصحح عن طريق القراءة والتصحيح فنستسمع حضراتكم باستحضار المصاحف للمتابعة معنا وبنذكر بالرواية التي نقرأ بها رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل وإحنا من وقت للتاني بننبه إلى ما هو المقصود بقصر المنفصل يلا بقى اللي حيقرأ ابتدي عبدال ويل ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون يلا يا سيد ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل له مركع لا يركعون يلا يا حنين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون ده سؤال إيه؟ سؤال لازم يبان سؤال استنكاري دول على أحوالهم فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون جميل يلا يا شروق ويل ويل يومئذ للمكذبين قليلا إنكم التنوين حتظهر لوراء حرف من حروف الإظهار الهمزة كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون يلا يا آدم ويل ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين هنا إضرب غنة ويل يومئذ للمكذبين وده إضغام بدون غنة أول واحد إضغام بغنة والتاني إضغام بدون غنة ويل يومئذ للمكذبين يلا يا أستاذة ماريا وإذا قيل لهم مرقعوا لا يركعون وإذا قيل له مركعوا قيل له مركع لا يركعون وإذا قيل له مركع لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين يلا يأنس بقى وريني كده فبأي حديث بعده لا 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 زعلت أنا من حديثم وروح تقفلي بؤك فبأي حديث بعده بس ما تفتحش وعنين تقفل هي تفتحها تسيب الفرجة دي حديث حديث فبأي حديث بعده يؤمنون إيه الجمال ده إيه الجمال ده طيب يلا يسار سورة ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم بغنة إنكم مجرمون 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 ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين آدم فبأي فبأي حديث بعده تاني تاني أنا جايبك ليها دي مخصوص فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون يا سلام عليك يا سلام إيش طاردي صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم اللهم أمين يا رب العالمين